طيب من الأخبار كمان السريعة باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان بيقدم طبعا يعني بيعلن فيه خلال مؤتمر صحفي التعاقد مع كريستوف جاليتيه ده المدير الفني الجديد للفريق الفرنسي بعض الناس بتقولك الاسم مش مشهور طبعا أعتقد انه كمان باريس سان جيرمان طبعا هذا المدرب اللي قدام حضراتكو هو الفائز بنسخة الدور الفرنسي مع الليل الفرنسي العام الماضي والعام القابل الماضي والعام الماضي كان بيدرب فريق نيس طبعا في المقابل تمت طبعا الاستقالة أو إقالة المدير الفني البوكتينيو طبعا مع خلال اللي كان موجود مع بيس جيه العام الماضي وعايز أقول لحضراتكو كمان من خلال السبيل اللي احنا شفناه لهذا المدرب كل الناس بتقولك يعني باريس سان جيرمان ممكن نجيب أعظم المدربين أسماء كبيرة جدا ولكن كمان مهم جدا أن الإدارة بتدور على مدرب عنده شغب مدرب عنده طمع في البطولات يعني كانوا أكيد بيكلموا مع زين الدين زيدان زين الدين زيدان أعتقد اعتذر ولكن هذا المدرب الجديد زي ما بقول لحضراتكو درب ثلاث فرق بس في فرنسا درب طبعا نيس درب الليل وكمان على مستوى أعتقد سانت تي كمان الفرنسي كان مدربه في فترة عشرين سبعتاش فعايز أقول لحضراتكو مهم جدا كمان اختيار المدربين وزي ما بقول لحضراتكو يعني أوروبا مشتعلة في سوء الانتقالات سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى يعني المدربين طبعا زي ما بقول لحضراتكو كمان خلاص بدأت بعض الاندية بعض اللعيبة بترجع خلاص ليه طبعا البري سيزون أو الاستعداد للموسم القادم فكل التوفيق كمان ليه نجمنا الكبير محمد صلاح من خلال تواجده مع ليفر فول وهتكلم عليه بالتفصيل أكيد محمد صلاح محتاج نتكلم عليه وقد إيه كانت تفكير البروفيشنل وكل الناس فجأت به تجديد التعاقد مع محمد صلاح يمكن بعد ما ناس كتير كانت بتقول إن محمد صلاح سينهي يعني الموسم القادم وحيروح ياما برشلونة ريال مدريدو لكن هنتكلم بتفصيل عن محمد صلاح